موسيقى هنروح دلوقتي لتقرير مع الاعلامي والفنان طارق اعلام واللي ارتبط اسمه ببرنامج كلام مندهب واللي حقق وقتها نجاح كبير جدا طوال السنوات الماضية علشان كده قرر الاعلامي طارق اعلام انه يقدم جزء جديد من البرنامج بالاضافة لتقديم فقرات انسانية وفقرات لذول احتياجات الخاصة يطرى ايه اللي طارق اعلام بيتمنى لمصر في الفترة اللي جاية ويطرى ناوي يرجع تاني للسان ما ولا لأ تعالوا نشوف طارق اعلام هيقول ايه لكاميرا بالالوان الطبعية موسيقى يمكن في الايام دي ورمضان القادم ان شاء الله يبقى علينا رسانة ان شاء الله مختلفة ولكن تأكيد اللي احنا عايشينه اللي احنا في الشرع المصري الرغم ان في بعض الهنات في بعض الخروج عن القانون ان في بعض المظاهرات بس البلد عايشها الناس تمام يعني وده الناس هتشوفوا احنا عملنا سلفات ومنأكدوا السنة دي ننزل قص الناس نتحك معاهم ونسأل ونعيش مع الناس طيبين نحبش كلمة غلابة لانه شعبنا ان شاء الله على مشارف اللي احنا ان شاء الله ان شاء الله يعني نبدأ حياها جديدة نبدأ عصر جديد الرمضان الجاي وان شاء الله يبقى عندنا برنامج اسبوع ان شاء الله بعد رمضان على طول ان شاء الله مصر شافت كتير قوي بس كله فات وهيعدي ومصر هتبقى حلوة ومصر بنسها اللي فهمة الناس هاللي بيحبوها بجد الناس هاللي هيستوعبوا احنا في ايه وكان عندنا ايه والضغوط اللي علينا والناس اللي عاوزة تهد البلد وحاجات كتير راحت اللي جايه احسن لما نحط ايدينا في ايدينا بعض لما نستعمل العلم لما الناس تعرف انه عشان حلمي ولادي واقدر عالج ابنائي وامك واختك وابوك لازم نشتغل ولازم يبقى عندنا ضمير لازم بقى فيه اخلاص ولازم يقضع على الفساد ولازم يقضع على المحسوبية لازم حاجات كتير قوي وده كله عاوز قيادة صح والناس تحس من تحت الفوق ان شاء الله عندنا فيلم ربنا اكرم بس والعملات فوق شوية كده عندنا فيلم اسم هو ده ان شاء الله معنا خبر عن الهضب عمر دياب في جريدة اليوم السابع بيقول ان عمر دياب يبدأ مصدر ألبومه الجديد بعد انتخابات الرئاسية كاعدته عمر دياب هينفذ ماستر ألبومه الجديد في لندن وهيطرح الألبوم في عيد الفطر واللي بيضم 12 أغنية اكد عمر دياب ان هيصاحب طرح الألبوم في السوق فيديو كليب جديد وانه متفائل جدا بالأيام اللي جاية وانه بزل مجهود كبير جدا لإرضاء جمهوره هنروح دلوقتي لأهم الأخبار السريعة اللي معنا عمر دياب يطرح أغنيتين في ألبومه الجديد من كلمات الراحل مجدي النجار هاني مهنة يتجاهل وليد سعد ونادر عبدالله في لقاء السيسي أسرة مسلسل إمبراطورية مين تنتقل لتصوير فيلم عادي محمد سعد يصور بيفا أطاطا في الحي الريفي بمدينة الإنتاج الإعلامي سمير غانم يعتذر عن بطولة فيلم حارة مزنوقة مع علا غانم اسمحوا لي نروح لفصل نرجع لكم مرة تانية علشان نكمل باقي فقرات حلقتنا النهاردة إستانونة